اشتركوا في القناة مدة شهرين ونص فعشان هيك هاي الحلقة تحديدا بدها تركيز بدرجة عالية جدا بانه هاي بتحكي عن احداث راح تمر على جميع الابراج مدتها شهرين ونص فيها نوع من انواع الصعوبة بالنسبة للمريخ اللي راح يبدأ في عملية التراجع يوم 30 عشرة في تمام ساعة وحدة و 26 دقيقة من بعد الظهر بتوقيت جرينيتش راح يبدأ التراجع في نفس برج الجوزاء ما راح يرجع لبرج الثور طبعا هو عادة بيتراجع مدة ثلاث شهور ولكن هاي المرة بيتراجع مدة شهرين ونص تقريبا يعني بمعنى آخر راح يضل يتراجع لغاية مساء يوم 12 واحد 2023 طبعا بالنسبة لكوكب المريخ معروف عنه انه هو كوكب مش سهل عادة هو بيتراجع يعني كل سنتين مرة مش كل سنة بتراجع يعني سنة تراجع مثلا بداية السنة بنته تراجعه السنة الجاي 23 ما فيه تراجع ثانية 24 بصير فيه تراجع وهذا الكوكب في لغة الفلك يسمى النحس الأصغر يعني هو كوكب صعب جدا بآثاره هو كوكب الحرب كوكب الدم كوكب الدمار كوكب النيران كوكب الجنس يعني من تأثيراته الواحد بعرف قديش حجم صعوبته أو قديش حجم تأثيراته يعني بتمنى انه يعني ريت لو كان بإمكاني اني احكي اشي مطمئن او اشي والله في ايجابيات او اخفف وطئة السلبيات تاعة تراجع المريخ ولكن للأسف الشديد هذا الكوكب ما فيه اله اي ايجابيات خصوصا في فترة التراجع دائما لما بيبدأ المريخ بالتراجع يفضل انه نكون اكثر صبرا هاي اول شغلة جميع الابراج انه نكون اكثر صبرا وان نترك الامور اي امور اي مواضيع نتركها هيك تاخذ مجرياتها لحالها بدون ما نساهم فيها لانه اذا حاولنا ان نساهم فيها وانحاولنا ان نبدي بعض وجهات النظر او بعض النشاط على الاغلب احنا رح نصاب بالاحباط لانه رح يمشي عكس التيار تماما طيب كمان في هاي الفترة اللي فترة التراجع بتصير العقبات يعني كثيرة في طريقنا كثيرة بتواجهنا ما بتحلنا فرصة لتحقيق مطامحنا دائما بصير فيها عقبات وعركسة لبعض الامور اللي بتخلي الامور صعبة شوي ما بتخلينا نحققها بسهولة وفي فترة تراجع المريخ يجب ان نبتعد عن المنافسة والمواجهة والنقاش الحد طبعا جميع الابراج دون استثناء لسه موصلنا احنا لا كل برج ايش غير هذا الاشي ايش اللي بدي يركز عليه اكثر وبما انه كوكب المريخ بيتحكم بالنار والالات الحادة والميكانيكيات فعشان هي يجب فحصها بشكل جيد هاي الاشياء اللي ذكرناها ايش اللي علاقة بالنيران دفاية صوبية فرن غاز اجهزة اللي بيشتغلوا بالحدادة اللي بيشتغلوا بعملية الصهر ايش ايش اللي علاقة بالالات النيران والالات الحادة والميكانيكيات ايش ما كانت الميكانيكيات سيارة اجهزة كبيرة مصانع لازم نتفحصها بشكل جيد لانه ممكن تتعطل فجأة او الاشي هاي وحدة واذا كنا ناويين ان نشتري الى او ماكنة لازم نشدد على الحصول على كفالة سارية المفعول ونتفقدها بشكل جيد لانه ممكن يصير فيها بعض الاعطال او يكون فيها بعض المخاطر فلازم نتفقدها يجب الحذر اكثر من افران الغاز الموقد الدفاية الاي شيء بيشتعل وغيرها يعني اي شيء العلاقة من الاشياء والاجهزة اللي ذكرناها وبما ان المريخ هو كوكب الطاقة وكوكب الجنس بما انه بيتراجع فما في اي غرابة انهم يشعروا مثلا الرياضيون بهاي الفترة بتراجع كبير في رغباتهم على الاقبال على تمارينهم يعني رح نجد بالفترة هاي كثير من الاشخاص اللي بمارسوا الرياضة صار في عندهم اشياء تشغلهم او اشياء تحبطهم او رغبتهم بممارسة التمارين انت يعني خفت بشكل كبير كما انه بيشكوا افراد من من الذكور او الاناث الطرفين بهاي الفترة ضعف جنسي وخاصة اذا كان عندهم استعداد لذلك يعني بمعنى اخر كان عندهم بعض المشاكل الصحية او النفسية او عندهم مشاكل سابقة في هاي الامور في هاي الفترة بيصير زي نوع من انواع البرود واحد واثنين بيصير مشاكل يعني لها علاقة في هذا الوضع عادة فترة التراجع زي ما حكينا في برج المريخ هي حوالي ثلاث شهور ولكن هاي المرة او هاي الفترة رح يتراجع يعني شهرين ونص تقريبا يعني او حوالي شهرين ونص يعني ما هو من ثلاثين من ثلاثين عشرة لغاية اطنعش واحد تقريبا يعني بتنحسب الآن اجينا للأمر اللي له علاقة بالوضع الدولي عادة او بنسبة خمسة وتسعين في المية من فترات تراجع المريخ دائما هذا الكوكب بترك اثار دولية او احداث عالمية فترات بصير فيها حرائق غابات براكين نيران ايش له علاقة بالنيران وبرضو بيركز على الادوات الحادة والاصابات اللي الها علاقة بالادوات الحادة بتزيد بهاي الفترة الامور اللي الها علاقة بالعنف التفجيرات الحرب يعني شيء مش سهل وهو غالبا اساسا غالبا غالبا بأثناء تراجعه بتنشب الحروب والمواجهات بين بعض الفئات او ما بين حتى بعض الدول هذا بالاغلب طيب الآن يعني بعد كل هالدراما اللي انا عملتها الاحباط وهالسلبية واللي ناس اكيد راح تهاجمني شو هال خوف وشو الرعب وشو بدي صير فينا والله نفسي نفسي احكي لكم اشو مبشر ولكن هذا كوكب المريخ يعني ما ما فيش مجال اني انا امزح معه ولا امزح حتى بالكلام عنه او اجامل حتى او انافق او اكذب او اعطينا طاقة ايجابية اي ايجابية بدأ اعطيها من وراء تراجع المريخ يعني ما بعرف الشياني طيب ايش تأثير التراجع هذا على جميع الابراج يعني كل برج غير اللي احنا اللي حكيت ايا وسميت بدلنا فيه سعيد وخليتنا هيك نجرف الحياة والفترة الجاي الشهرين ونص هدولا احنا جرفانين هم كل يا هيك انت يجي يجرف نفيهم طيب غير هدولا احنا كأبراج ايش كمان بدك تنيلها علينا فاسم برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا الحذر والحذر والحذر اثناء السياقة او قيادة المركبات داخل المدن ليش لانه بصير في هاي الفترة عنا تشتت وعصبية وانفعال فممكن نتهور اثناء القيادة يائما بحوادث يائما بمخالفات او اخرى ولا عشان هيك بتكونوا حذرين اثناء قيادة السيارات وتتذكروا كل ما تجو بتركبوا بالسيارة تتذكروا هذا الامر عشان تهدوا وتحذروا برضو اثناء التعامل مع الاخوة والجيران في هاي الفترة بتزيد عدوانية موليد برج الحمل وهذا الشيء ممكن يسبب لهم خلافات او سوء تفاهم فعشان هيك بالفترة هاي بدهم يضبطوا اعصابهم قدر الامكان لانه عصبيتهم بتكون بأوجهة ومتسرعين بشكل كبير يعني بكفي برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بدهم يعني تركيزه رح يكون على الامور المالية فهنا بما ان امور مالية معناته بدهم يحاولوا التخفيف من النفقات المتصاعدة والمتطلبات المالية ويحاولوا يبعدوا عن اي مغامرات او مجازفات او مضاربات او مراهنات مالية في الفترة هاي ممكن يصير بعض النزاعات او الخلافات او المشاكل ما بينهم وبين رفقاءهم في العمل او مع رئيسهم وبرضو الامر برجع للامور المالية فعشان هيك بتكون انتبهوا خصوصا اللي بيشتغلوا في مجال المحاسبة او اللي بيشتغلوا في مجال التدقيق هذولا اكثر ناس بدهم يركزوا او امين مثلا مستودع او امين محاسب شركة او شغلة مثل هيك واهم نقطة انكو تتجنبوا التبذير برج الجوزاء برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا هم اكثر المتضررين لانه بتراجع عندهم ما رح يروح لبرج ثاني ففترة التراجع هاي الضغط الاكبر رح يكون على موليد برج الجوزاء فعشان هيك اهم اشي انه يضبطوا اعصابهم اثناء التعامل او اثناء انجاز اعمالهم او تصريف امورهم بيكون مزاجهم سيء جدا بيكونوا نافذين الصبر بيكونوا عصبيين جدا ردات فعلهم جارحة ومؤذية بشكل كبير يعني ممكن هذا الشيء سبب لهم نزاحات مع محيطهم او مع الاشخاص اللي بتعاملوا معهم وتسبلهم خسارة بعلاقاتهم ومعارفهم حتى بافراد العائلة اذا كبرت الامور فعشان هيك بتكون تتجنبوا اللي هو احنا منسميها بالمجمل كلمة الافراط يعني الافراط باي شيء انه ما تكبر الامور وما تكثر من الشيء اذا عصبت ما تعصبش حتى تدمر الدنيا واذا بدك تدخل بخلاف ما تدهورش العلاقات برج السرطان بالنسبة لما قلت برج السرطان طبعا هنا بما انه رح يتراجع في بيت المتاعب فهنا بدهم يحذروا اول شيء من مؤامرة من بعض الاشخاص بتآمروا عليهم او بيحكيوا لهم مكيدة معينة او بكونوا يتآمروا ضدهم بالخفاء او من وراء الكواليس فعشان هيك بدهم يكونوا حذرين بكل تصرفاتهم وايضا من الاشخاص وخصوصا اذا كان بينهم عداء او حتى اذا كان بينهم مشاكل بزيد عنفكم كبرج السرطان بالفترة هاي وفضى ضدكم لدرجة انه اي يعني اي نقاش بتولع في الدنيا انت فعشان هيك بتخرج عن طورك بدك تضبط اعصابك اثناء التعامل مع الاخرين لانه ممكن تخسر اصدقاء او معارف او احباء بالفترة القادمة برج الاسد بالنسبة لما وليد برج الاسد طبعا هنا التركيز كله رح يكون على العلاقات الاجتماعية وايضا على الاصدقاء فعشان هيك بتكون تجنبوا اي مواجهة حادي او فرض السلطة او التحكم او التذمر من بعض الاصدقاء بشكل عالني وايضا انه تبعدوا عن الدخول في اي جدال حاد وممكن يصل حتى ل امور كبيرة لدرجة انه ممكن تنقطع علاقات من بهاي الفترة ما بينهم وبين اصدقائهم او معارفهم او حتى اشخاص دو منصب فبتكون تديروا بالك من هاي الامور برج العذراء بالنسبة لما اوليد برج العذراء طبعا بتراجع هو في بيت السمعة فعشان هيك بتكون تحافظوا على سمعتكم بتكون تحافظوا على مصالحكم الاجتماعية وبتكون تتجنبوا المواجهات مع المسؤولين وخصوصا في العمل او المسؤولين في علاقاتكم الاشخاص دو المناصف لانه بالفترة هاي بتزيد عدوانيتكم واندفاعكم وكلامكم بيكون جارح ولاذع ولدرجة انه حتى بعض الاشخاص ممكن يصلوا لا اسلوب ما هم مش بطبيعة العذرة انهم هم يكون موجود عندهم فينفجروا في من حولهم الفترة هاي تحديدا ابعدوا عن اي مغامرات مجازفات اي تهور شو مكان اي شيء مخالف للقوانين ابعدوا عنه نهائيا لانه مش لمصلحتكم برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا هذا البيت التاسع يعني من المفروض انه بيت قوي بالنسبة للكم ولكن بالفترة هاي بدكوا تحذروا على الطرقات اثناء تنقلاتكم لا سيما بالسفر بين المدن بدكوا تنتبهوا تتفقدوا سيارتكم بشكل جيد تتفقدوا امتعادكم بشكل جيد القيادة تكون هادئة ما في ذاعل المغامرة او المجازفة او التهور وايضا بدكوا تتجنبوا التعامل مع الغربة يعني اي مكان بتجهلوا فيه او اشخاص ما بتعرفوهم حاولوا انكوا ما تكبروا يعني خلوا فيه حدود عشان ما يصير فيه نوع من انواع المشاكل وكمان يعني التركيز خصوصا على الاشخاص اللي على مقاعد الامتحانات او الدراسة الجامعية اذا عندهم مناقشة او عندهم امتحان بدهم يتكلموا بهدوء وما يتسرعوا ويفكروا بالاجوبة قبل البدء فيها برج برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب اهم شيء بدهم يركزوا عليه بالفترة هاي اللي هو ادخال تعديلات على ميزانيتهم وايضا بدهم يحذروا في اي شراكة مالية لانه بالفترة هاي اي موضوع العلاقة بالاموال المشتركة وخصوصا الامور اللي بتتعلق بالبنوك الضريبة تامين ميراث تركة اي شيء من هذا القبيل حاولوا قدر الامكان انه تكونوا حذرين يعني اذا انت مش واثق من نفسك ما تدخل هاي الميمعة بمعنى اخر وفي نفس اللحظة بدك تكون حذر ومتأكد من قدرة على السداد وايضا ما تكفل اي حد او تضمن اي حد لانه رح تتخيب امالك في هاي الفترة وممكن اذا داينت حد فلوس ما يرجع لك وبرضو ممكن تصير عليكم مطالبات مالية وخصوصا اللي بتعامل مع البنوك او الاسهم او المغامرات اللي الها علاقة بالمجازفات المالية اللي هي زي الرهان او تجربة الحدود بالفترة هاي رح تزيد هاي الامور يعني رح تزيد عندك يعني رغبتك بالمجازفات وخصوصا المالية وهذا الشيء ممكن يعرضك لمشاكل مشاكل اما شخصية او حتى مشاكل في عملك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس هنا موليد برج القوس بدهم يكون اكثر دبلوماسية اثناء التعامل مع الشركاء شركاهم سواء في العمل او في العاطفي يعني ما بين الازواج تحديدا ليش لانه هذا مقابلكم تماما معناته اول شيء بده يعمل النزاعات شراك المالية والعاطفية وايضا بده يضغط على طاقتكم هنا هذا الشيء بيسبب النزاعات لها علاقة بالمنزل او لها علاقة ما بين الشركاء او ما بين الازواج تحديدا فعشان هيك بدكوا تضبطوا اعصابكم وبرضو تنتبهوا على طاقتكم من وقت لاخر يعني تحاول تشحن حالك بطاقة ايجابية وتبعد عن الناس اللي طاقتهم سلبية برج الجدي بالنسبة بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا هنا عملية التراجع راح تكون في البيت السادس اللي هو العلاقة ببيت الصحة وبيت العمل فاهم النقاط بدكوا تحذروا في التعامل او اثناء التعامل مع زملائكم بالعمل حاولوا ما تدخلوا باي خلاف او نقاش او فرض سلطة عليهم لانه هذا الشيء ممكن يسبب خلافات كبيرة وبرض بدكوا تجنبوا انكوا ترفعوا حاجيات ثقيلة عن الارض بشكل مفاجئ لانها ممكن تسبب الام في اسفل الظهر وممكن بعد موليد برج الجدي يتعرضوا لالتهابات او جروح او حروق في ميدان العمل فعشان هيك انتوا اكثر الاشخاص اللي بدكوا تتفقدوا الامور اللي لها علاقة بالغاز بالدفاية بالنيران بالاجهزة بالامور هاي اللي لها علاقة بالمنزل او الادوات المنزلية لانه هي ضغط مركب رح يصير على هاي الامور فيعني بدكوا للاستحيات بمعنى اخر او انكوا تحتاطوا من هاي الامور انه تتفقدوها وايضا تكونوا حذرين اذا بدكوا تشتروا هاي الاجهزة انه تتفقدوا كفالتها ايضا برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا هنا هذا البيت الخامس اللي له علاقة بالابناء بالاحبة بالاولاد يعني بدكوا يحلوا هاي الابناء والاولاد يعني هو نفسه شو بدأ تطلع هيك فبدكوا تحذروا في التعامل مع احباءكم وخصوصا الاحباء كعاطفة وايضا اثناء التعامل مع او ابناءكم وعدم المبالغة في تجربة حظكم نهائيا ما في داعي او ما في مجال تجربة الحظ بهاي الفترة اذا الشيء انت مش متأكد منه مية في المية وعندك دراسي كامل عنه ما تغامر فيه نهائيا بالفترة هاي بيغلب عليك او على سلوكك نوع من انواع العنف او الفضاضة بمعنى اخر اه وممكن اذا يسوء تعاملك ولا يقتك في علاقاتك العاطفية وهذا الشيء ممكن يصدر كلام جارح او تصرف عدائي يعني فبدك تكون حذر لانه ممكن تخسر اما حبيبة او حبيب او احد الابناء بسبب هاي التصرفات برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعا هون التركيز رح يكون على الامور اللي 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 عدو من الان من الادوات الحادة لا سيما اللي بيشتغلوا في المطابق او في المطاعم او في الافران اللي بيشتغلوا في هاي المجالات بدهم يكونوا حذرين جدا وبدهم يتجنبوا اي مواجهة مع افراد العائلة لانه اي مواجهة ممكن يعني تصل مرحلة الانفجار أو العنف بمعنى آخر أو حتى القطيعة فعشان هيك أهم نقطة أنه هاي الفترة بتضغط عليك على المستوى العائلي وتفتعل بعض الخلافات العائلية فبدك تكون حذر وانت بتحل فيها أو انت بتتعامل فيها فعشان هيك في الفترة هاي ممكن شوي يشعروا موليد برج الحوت أنه أصبحت الحياة في المنزل غير محتملة إما بسبب تضييق الخناق أو ضغط على الحريات العامة أو حتى المشاكل فعشان هيك بتكونوا حذرين من هاي النقاط بتمنى أنه بعد ما انتهينا من هاي البشارات اللي مش منيحة أنه ولا إشي من اللي أنا حكيته يصير يعني بتمنى أنه كل الأمور عكس اللي أنا توقعته هي اللي تصير كل الإيجابية تصير السلبية هاي كلها أطلع كذاب فيها وما تزبط وتوقعاتي كلها تطلع غلط لأنه ما بتمنى الشر لحد ما بتمنى الخوف لحد ما بتمنى أي حد يتأذى في أي موضوع ولكن أمانة علمية أني لازم أنا أنقلها أنبه عشان الجميع يحتاط والحذر دائما يعني 99% من النصر أنك أنت تعرف كيف تتحرك فهذا اللي أنا بقدر أقدمه هيك من كون انتهينا من هذه الأخبار الفلكية اللي بتسمي الفدن وفي النهاية والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر